بسم الله الرحمن الرحيم اليوم طلاب الصف السابع رح نتابع مع بعض دروس العلوم اللي بلشناها الحصة اللي مرأت السابقة حكينا عن الحرارة وتأثيرها على المواد حكينا بيحدث عدة عمليات بدأنا حصتنا المرة الفاتت بموضوع الانسهار والتجمد حكينا ماذا نعني بالانسهار كعمليات وماذا نعني بالتجمد وما هي درجات الانسهار وما هي درجات التجمد اليوم رح ناخد عمليتين برضو نحكي مرتبطين مع بعض لانه معاكس بعض اللي هم عملية التبخر وعملية التكاثف سبقوها بالهيك بالحصص اللي مرأت معانا بدروس سابقة في صفوف سابقة مرأت معانا موضوع التبخر والتكاثف والعمليات كليات اللي عم نحكي عنها ومرأت معانا اذا بدأ اذكركم شوي في دورة حياة الماء في الطبيعة فكانت تبدأ بالتبخر ثم يحدث عندي تكاثف ثم بعد هيك سير في عندي اللي هي الهطل والجريان احنا بهمنا عمليتين اللي هم التبخر والتكاثف هم عمليتين عكس بعض رح نحكي عنهم اليوم على شكل مقارنة بسيطة صغيرة بينهم حتى نقدر نفرق بينهم هي عندي عملية التبخر وعندي عملية التكاثف كعمليتين مرتبطين مع بعضوا من البعض لانه انا برجع بحكي عن خرارة في وحدة فيهم رح تفقد حرارة والتانية رح تكتسب عندي الحرارة لو جينا لموضوع عملية التبخر سبق واخدنا ان التبخر هو انه انا لما يكون عندي مادة بالحالة السائلة تمام بعرضها لها حرارة بعطيها حرارة فرح تبلش عندي جزيئات هاي المادة اكيد بالحرارة تضعف قوة التماسك بينها وتتباعد عن بعضها البعض فرح تبدأ تتحول عندي الى الحالة الغازية فاذا عندي عملية التبخر هي عملية تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية وذلك بسبب اللي هي اكتساب الحرارة وذلك بسبب اكتساب الحرارة فاذا انا بدي احط عندي تعريف للي عشان بيحب ينقل كتلخيص عنده على الدفتر ويفضل انه تنقلوه كل الحكي اللي عم بحكيه تنقلوه على شكل تلخيص يا ميس عندكم على الدفاتر التبخر هي عملية تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية ولابد من ذكر الشرط وذلك بسبب اكتساب حرارة شو اللي بيصير عندي بعملية التبخر طبعا بدياكم تعرفوا انه عملية التبخر مش مثل ما ذكرنا عن الانسهار والتجمد كان لهم درجات حرارة معينة العملية التبخر هي بتحدث عند اي درجة حرارة بتحدث عند اي درجة حرارة اللي بيصير عندي انه انا نفترض عندي كأس من الماء السائل عملية التبخر يا ميس تحدث عندي على السطح الخارجي من السائل فقط يعني أنا مستحيل يبلش عندي التبخر من اللي هي الجزيئات الداخلية نفترض للماء يعني أنا إذا بدي أحكي شوي عن الماء مستحيل تبلش عندي دقائق الماء من الداخل هي اللي تتبخر بيبلش عندي التبخر من الدقائق الخارجية شو السبب؟ السبب أنه أنا عندي دقائق الماء أو أي سائل خارجية بتكون قوة التماسك بينها وبين الجزيئات اللي تحتيها من اتجاه واحد فقط بينما الجزيئات اللي عندي إياها بالداخل فبتكون عندي قوة تماسك لها من جميع الاتجاهات مثل ما أخذنا عن قوة تماسك بالفصل الأول وحكينا قوة تماسك تكون بين دقائق المادة لكل جزيء أو لكل دقيقة بيكون عندي من كل الاتجاهات فأنا لما بحكي عندي التبخر بيحدث على الطبقة الخارجية فقط لأن جزيئات الماء اللي على السطح الخارجي فقط هي اللي بتكون مقيدة فقط بقوة تماسك من اتجاه واحد فقط يعني ما بيكون عندي بأثر عليها قوة تماسك من جميع الاتجاهات فبتكون بهذه الحالة هي قادرة تستطيع الإفلات بشكل أسرع والتحول عندي إلى الحالة الغازية اللي هو البخار فإذا لو إيجاك في الامتخان عن ليل تتم عملية التبخر من سطح السائل فقط الخارجي رح تحكي لي لأن دقائق السائل الموجودة على السطح غير مقيدة بقوة تماسك من جميع الجهات مع الدقائق الأخرى فقط هي مقيدة من اتجاه واحد لذلك تكون عندها قدرة على الإفلات بشكل أسرع وبشكل أسهل هذا بالنسبة عندي لعملية حدوث التبخر طبعا بالنسبة عندي للسوائل بتختلف عندي عملية التبخر من سائل إلى آخر هذا بعتمد على عدة عوامل هلا بعد شوي رح نحكيهم بالتفصيل لكن إذا بدي أحكي معلومة بسيطة أنه أنا كيف بقيس عندي مقدار التبخر أو ما يسمى بكمية التبخر فكمية التبخر ثواني رح أرجع بعد شوي لهاي الشيط بدي أكمل هون بدي أعرف بس ما هو المقصود بكمية التبخر يعني أنا كيف بقيس عملية عندي التبخر تقاس من خلال ما يسمى بكمية التبخر كمية التبخر اللي هي كتلة السائل التي تبخرت خلال زمن معين يعني أنا بقول عندي تبخر كمية معينة من السائل خلال مثلا ساعة أو خلال مثلا خمس دقائق الكمية عندي اللي بتكون تبخرت ككتلة بتكون هي كمية التبخر عندي في هاي المكان أو في هاي المنطقة هلا بعد شوي رح نرجع لموضوع التبخر رح أتحدث عن موضوع التبخر بشكل أوسع لكن أبل ما أنتقل لهذا الموضوع لأنه بيكون موسع أكثر رح أحكي شوي عن موضوع التكاثف عملية التكاثف هي عملية مؤاكسة لموضوع التبخر أو لعملية التبخر فإذا بدي أحكي عن التكاثف التكاثف هي عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة طبعا هذا بيكون وذلك بسبب فقدانها للحرارة يعني بين قوسين إذن نحكي بجملة حكيناها قبل هيك إحنا في حصة سابقة اللي هي بسبب ملامستها لسطح بارد إذن التكاثف هي عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وذلك بسبب فقدانها للحرارة أي بسبب ملامستها لأي سطح بارد ذكرنا هذا الحكي لما بدأنا نحكي عن دورة الماء في الطبيعة في الصف الخامس إذن نتذكرين حكينا بخار الماء اللي ما بيطلع عندي من البحار والمخيطات بلامس عندي طبقات الجو العليا اللي بتكون باردة خلينا نرسمها عندي بخار الماء اللي بيطلع عندي طبعا بيكون جدا ساخن درجة حرارته عالية بس يلامس عندي طبقات الجو العليا اللي هي بتكون كالسطح بارد بتاخد جزء من هاي الحرارة فبترجع عندي قوة التماسك بين الجزيئات بترجع بتزداد بيشدوا بعض أكتر فبيرجع هذا البخار اللي بيكون جزيئاته جدا بعيدة بيرجعوا بتقاربوا من بعضه من البعض بيعمل لي قطرات ماء سائلة على هذا السطح البارد وفي عنا أمثل كتير في حياتنا واضحة على عملية التكاثف برجع بذكرك لما بصير عندي تصادم أو ملامسة مع سطح بارد بتحول عندي البخار الساخن إلى ماء سائل وهذا الحكي واضح عندي بمثال اللي هو لما تيجي عملية الطبيخ على الغاز بتكون عندي طنجرة بنفتح غطى الطنجرة بتلاقيه من جوا كلها ياتم المياه عبارة عن قطرات ماء سائلة السبب أنه أثناء الطبيخة أو أثناء غليان المادة السائلة بتكون جوا الوعاء بيتصاعد من عندي فيها اللي هو بخار الماء الساخن بيلامس غطى طنجرة من فوق اللي هو بيكون بارد فبالتالي برجع عندي بتحول هذا البخار الساخن زي ما ذكرنا إلى قطرات ماء سائلة وبتكاثف على شكل قطرات ماء سائلة يعني بترجع عندي اللي هي حالة الماء هلأ في عندي سؤال انه مثلا لو قلتلك بالامتخان هل تختلف السوائل برضه في عملية اللي هي تكاثفها وتحولها؟ نعم بتختلف عن بعض البعض في عملية التكاثف كمقدار تكاثف هذا بيعتمد طبعا على عدة عوامل احنا ما بهمنا اللي هي العوامل تعتمد عليها التكاثف احنا بهمنا العوامل اللي بيعتمد عليها التبخر اللي حكينا هلأ رح نرجع نحكي عن عوامل التبخر هيك ما يكون شرحنا عن العمليتين كتبخر وتكاثف كيف انهم عكس بعض هلأ أنا بدي أرجع شوي لموضوع التبخر وأذكر ما هي العمليات أو ما هي العوامل اللي تعتمد عليها كمية التبخر ما هي العوامل العوامل التي تعتمد عليها كمية التبخر أو عملية التبخر في عندي طبعا اللي هي أول عامل رح نحكي عنه واللي هو عندي نوع السائل كيف بيختلف عندي نوع السائل وبيأثر لي على عملية التبخر كلياتنا منعرف إنه نوع السائل بيأثر على عملية التبخر فمثلا عندي تبخر الماء غير عن تبخر مثلا أي نوع من أنواع الكحول أو مثلا تبخر نوع من أنواع السوائل الأخرى فلو جيت سألتك سؤال من هو الأسرع في التبخر نفترض لو جبتلك كأسين مختلفين بنوع السائل كأس من الماء وكأس نوع من أنواع الكحول اللي هو الأسيتون وكلياتنا منعرف إنه علبة الأسيتون مجرد ما إحنا رحنا فتحناها بتبدأ بالتبخر يعني بتبدأ عندي اللي هو هذا الكحول بالتطاير إحنا منحكي عنه أو مثلا كحول الإيثيلي أي نوع من أنواع الكحول بهمني تعرف إنه دائما كحول الإيثيلي أو الأسيتون هو كسرعة التبخر فيه أعلى من سرعة التبخر في الماء لو جيت سألتك ليش سرعة التبخر في الكحول بتعتبر اللي هي أعلى من سرعة التبخر في الماء لأنه جزيئات الأسيتون ونرجع بنحكي اللي هي جزيئات الطبقة السطخ الخارجي الجزيئات قوة التماسك بينها جدا ضعيفة فإفلاتها بيكون جدا أسهل فعشان هيك سرعة تبخرها بتكون عالية فبتكون بهذه الحالة سرعة تبخرها جدا عالية هذا بالنسبة لأول عامل من عوامل تعتمد عليها كمية التبخر نوع السائل فكل ما كان السائل جزيئاته مترابطة مع بعضها البعض بقوة تماسك جدا ضعيفة كل ما كان سرعة التبخر وعملية التبخر فيه أسرع العامل الثاني اللي رح نحكي عنه من العوامل اللي بتعتمد عليها كمية التبخر اللي هو درجة الحرارة وهذا الحكي سبق وحكينا عنه إنه العلاقة ما بين درجة الحرارة وعملية التبخر هي علاقة طردية أي أنه كلما زادت كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة التبخر ليش؟ لأنه إحنا كلما زدنا الحرارة زي ما ذكرنا بالحصص السابقة الحرارة تأثيرها على جزيئات المادة إنها بتعمل على تضاعف اللي هي قوة تماسك بتعملها جدا ضعيفة وبالتالي بتبدأ جزيئات تبتعين عن بعضها البعض بشكل أسرع وبالتالي بتزيد عندي عملية التبخر بهاي الحالة عندي العامل الثالث اللي هو سرعة الرياح سرعة الرياح كعامل ثالث بيأثر لي على سرعة التبخر سبق وحكينا عنه هذا الحكي في الصف الخامس للي متذكر معانا كان في عنا صورة اللي هي مروحة وغسيل منشور فحكينا إذا بدنا نخلي الغسيل ينشف أسرع يعني هاي عندي حبل غسيل تمام رح أفترض إنه منشور عليه نوع من أنواع الغسيل تمام ممكن يكون شو ما كان نوع الغسيل ورحت أنا حطيت عندي هذا الحبل في منطقة ما فيها رياح عادية جدا ومنطقة أخرى فيها نفترض اللي هو مروحة على سبيل المثال هون دي أحط عندي أنا مروحة وعم تعطيني رياح ممكن تكون سرعة التبخر أعلى طبعا رح تكون بالصورة ألف سرعة التبخر أعلى من الصورة با السبب اللي متذكره حكينا إنه كل ما يكون عندي أنا رياح أسرع فبالتالي عندي مثلا هذا الغسيل يتبخر منه جزء من الماء رح يصير عندي الهواء اللي ملامس لسطح الغسيل نفترض اللي هو هو هواء مشبع ببخار الماء يعني رح يصير عندي هواء مليان بقطرات بخار الماء هذا الهواء اللي هون منسميه هواء مشبع ببخار الماء لما يظلوا فوق الغسيل رح يعمل طبقة عازلة ما رح يخلي هذا البخار يطلع لأعلى ليخل محله هواء تاني بحيث أنه يرجع يتبخر جزء يعني كأنه بعمل زي نسكر عليه بخار الماء ما تفترض أنه هون تبخر عندي ماء هاي يتبخر عندي لما بيكون في عندي مروحة هاي المروحة بتعطيني اللي هو رياح هاي رياح تعمل على إزالة طبقة الهواء اللي صارت هون مليانة بخار ماء بتروح بحل محلها هواء جاف ما فيه بخار ماء بيرجع بسمح لهذا الغسيل يتبخر بيرجع الهواء بيزيح عندي أو بيشيل اللي هو الهواء المشبعة ببخار الماء فبالتالي بتظلها عملية ايش التبخر مستمرة لكن في الصورة با عندي تبخر مثلا بخار الماء ما عندي أنا رياح تروح تشلي هاي طبقة الهواء اللي هون اللي صارت عندي مشبعة ببخار الماء فرح يضلوا هذا الهواء اللي هون مليان بخار ماء ما رح يسمح لكمية إضافية عندي من الغسيل إنها ترجع مثلا يتبخر منها ماء فبالتالي سرعة الرياح كل ما كان عندي رياح وبطريقة أسرع بتكون هاي الرياح سرعتها أعلى كل ما كان عندي إزاحة لطبقات الهواء المشبعة ببخار الماء مما بيجعل عندي عملية التبخر أسرع وبتظلها مستمرة لكن في حالة عدم وجود الرياح مثل ما انتوا شايفين عندي بالصورة با ما رح يكون في عندي إشي يعملي على إزالة طبقة بخار الماء أو طبقة الهواء المشبعة ببخار الماء فرح يظلوا عامل ومسكن عامل زي بلوك ما رح يقدر يتبخر عندي كمية إضافية من بخار الماء لحد الآن صرنا حكين عن ثلاث عوامل نوع السائل واتفقنا أنه كل ما كان السائل جزيئات والضعف كل ما كانت سرعة التبخر أعلى درجة الحرارة والعلاقة طردية كل ما زادت درجة الحرارة رح تزيد عندي سرعة التبخر لأنه بتصير عندي عملية إضعاف قوة التماسك بين الجزيئات بتكون أسرع وعندي العامل الثالث سرعة الرياح رح نحكي عن العامل الرابع والأخير المؤثر على كمية التبخر ألا وهو مساحة سطح السائل مساحة سطح السائل برضو تحدثنا عنها بالصف الخامس لما عملنا لكم مقارنة بعملية التبخر أيهما يكون عنده التبخر أسرع من بحيرة ولا من مخيط واتفقنا أنه عندي المخيط أكيد رح يكون مقدار التبخر فيه أعلى أكيد رح يكون عندي مقدار التبخر فيه أعلى السبب أنه أنا عندي المساحة المعرضة هون للتبخر هي أكبر من البحيرة مساحة السطح فيها جدا قليلة ليش؟ لأنه برجع بكرر على عندي ملاحظة حكيتها قبل شوي أنه أنا عندي عملية التبخر بتحدث من السطح الخارجي فقط فأنا كلما كان السطح الخارجي أوسع وأكبر كلما كانت عندي عملية التبخر أسرع إذن العلاقة ما بين مساحة سطح السائل والتبخر علاقة طردية كلما زادت مساحة سطح السائل زادة مقدار التبخر وهدول هم العوامل اللي بتعتمد عليهم اللي هي كمية التبخر طبعا عزيزي الطالب كل الحكي اللي حكينا اللي كتبنا على الورق يفضل أنه تروح تنقوله أنت كتلخيص عندك على الدفتر سواء الحصة هاي أو اللي قبلها أو اللي قبلها كله يعطي اللي انكتب على الورق هو عبارة عن حكي برضو موجود في الكتاب إذا بتحب صفحة 74 75 وصفحة 76 77 شرح للعوامل بالتفصيل ما اللي هي بصفحة 78 صار في عندي اللي هي ذكر زي ما أنتوا شايفينها العوامل تعتمد عليها سرعة التبخر اللي حكيناهم نوع السائل سرعة الهواء فوق سطح السائل درجة الحرارة ومساحة سطح السائل هلأ بنا نحل مع بعض كل يعتنا سؤال تطوير المعرفة صفحة 78 صفحة 78 زي ما أنت شايف عندك الشكل زي رسم بياني للعلاقة ما بين نسبة التبخر والرطوبة النسبية ولما نحكي الشيء عن رطوبة النسبية يعني هواء مشبع ببخار الماء يعني هواء عندي مليان بخار ماء عم بسألك استنتج من الشكل المجاور أثر رطوبة الجو النسبية في نسبة التبخر زي ما أنتوا شايفين العلاقة واضحة من خلال الرسم أنه العلاقة هاي علاقة عكسية ما بين الرطوبة وما بين نسبة التبخر يعني لو طلعنا هون عنا رح يكون الرسمة زي ما أنتوا شايفين بهاي الطريقة صار عندي أنا كل ما عم بتزيد عندي الرطوبة النسبية قاعد عندي مقدار التبخر أو نسبة التبخر كل ما زادت عندي الرطوبة النسبية عم بيزيد عندي عم بيقل عفون عندي مقدار التبخر وكل ما قلت الرطوبة النسبية عم بيقل عندي مقدار التبخر العلاقة عكسية إذن كل ما قل مقدار الرطوبة زادت سرعة التبخر وكل ما زادت أو كل ما زاد عفون مقدار الرطوبة قلت سرعة التبخر إذن العلاقة عكسية بعتذر إذا أنا قبل شوي مع الحكي نعجأت وعكستهم تمام لكن العلاقة عكسية كل ما قل مقدار الرطوبة زادت سرعة التبخر يعني أزي ما حكينا قبل شوي على موضوع اللي هي الغسيل إحنا حكينا إذا بترجعوا مع بعض هون على موضوع الغسيل الهواء اللي هون صار عندي هواء مشبع تمام هواء مشبع ببخار الماء كل ما صار عندي هذا نفترض عدم وجود المروحة البخار هذا مليان عندي ببخار الماء هلأ كل ما صار عندي هذا لطبقة الهواء اللي هون مليان بخار مي يعني زادت الرطوبة مليان بخار مي الهواء يعني زادت الرطوبة التبخر أكيد رح يقل ما رح تضلع عملية التبخر مستمرة لكن لو إنه إجت عندي رياح شالت للرطوبة زي ما حكينا قبل شوي حل محلها هواء جاف إذن لما تقل الرطوبة إجاني هواء جاف ما في رطوبة قليل الرطوبة عملية التبخر رح تزداد فإذن العلاقة ما بينهم علاقة عكسية ما في عندي رطوبة التبخر بدي يزيد كل ما قلت الرطوب زادت التبخر لكن كل ما كان الهواء عندي مشبع ببخار الماء يعني رطوبة عالية فما رح تكون عندي عملية تبخر سريعة ولا رح تستمر وتذكروا دائما إذا رحبين تتذكر هاي العلاقة تذكروها عن طريق اللي هو الغسيل اللي هو مثال الغسيل خلينا نحلم بعض هلأ عندنا التقويم والتأمل بصفحة 79 حكي لك بالسؤال الأول فسر سبب ظهور قطرات الماء على السطح الخارجي لزجاجة الماء البارد بعد إخراجها من الثلاجة يعني أنا عندي كاسة ماء عندي كاسة طلعتها من الثلاجة أول ما أطلحها وتكون باردة رح يتكولي عليها قطرات ماء ساخن وهذا الحكي إحنا منلاحظه بدون ما أطلع من الثلاجة مجرد ما أصب عندي عصير بارد بكاسة مباشرة عندي الكاسة إحنا منحكيها بلغتنا العادية عم بتعرق من بره يعني صار عليها قطرات ماء السبب إنه أنا ما أطلحها من الثلاجة بيكون الثلاجة باردة جدا طلعتها لهواء الغرفة العادي أو هواء المطبخ هواء الغرفة بدي يكون طبعا درجة حرارته أعلى من اللي هي الثلاجة فرح تصير عندي سطح الكاسة هو عبارة عن سطح بارد والبخار الماء اللي موجود عندي بهواء الغرفة ساخن لامس لي عندي سطح بارد وإحنا حكينا عملية ملامسة البخار إلى سطح بارد رح تخلي عندي اللي هي جزيئات المادة ترجع تتقارب من بعض البعض قوة تماسك تزداد وتتحول عندي لقطرات ماء سائل يعني تحول عندي من غاز إلى سائل وهاي العملية سميناها عملية التكاثف إذن الجواب اللي حابب ينقله اللي هو عندما يلامس بخار الماء الموجود في الجو سطح زجاجة البارد فإنه يتكاثف ويظهر على شكل قطرات ماء رح نيجي للسؤال الثاني اللي هو بقولك نفذ طالب تجربة ليفحص تأثير مساحة سطح السائل على كمية تبخر الماء إذا ملأ أربع أوعية زي ما أنتو شايفين أربع أوعية شفافة نفس كمية الماء يحطها هون نفسها هون نفسها هون يعني حط لتر ماء هون لتر ماء هون لتر ماء هون لتر ماء هون إذن أول إشي هو وحد كمية السوائل لكن بس اختلفت الأشكال وضع الأوعية في نفس المكان شو هدفه من نفس المكان هلأ رح نعرف ثم حسب حجم الماء المتبخر اللي هي كمية الماء التبخر اللي حكينا عنها قبل شوي بعد مرور يوم واحد وسجل النتائج زي ما أنتو شايفين عندنا بالجدول الوعاء ألف فقط مل من الماء الوعاء با فقط عندي 6 مل جيم فقط عندي 12 مل يعني أكتر كمية وفي عندي دال فقط 3 مل أم بسألنا لماذا حرص الطالب خلال التجربة على وضع الأوعية جميحة في نفس المكان هذا اللي قلت لكم عنه قبل شوي إحنا الناس قال ليش في نفس المكان السبب إنه هو بدي يدرس عامل واحد فقط اللي هو سطح السائل فلازم باقي العوامل اللي ذكرناهم قبل شوي الأربعة اللي هم نوع السائل درجة الحرارة وسرعة الرياح يثبتهم هو بس عمل إنه غير لي العامل الرابع اللي هو مساحة سطح السائل بس ثبت عندي العوامل التلاتة اللي هم نوع ودرجة الحرارة وسرعة الرياح طبعا ما جاب سيري عن سرعة الرياح وحد بقية العوامل ليش حتى ما يأثر هذا على التجربة لأنه أنا إذا بدي أغير أكتر من عامل رح أأثر على التجربة بأكتر من طريقة فأنا إذا بدي أدرس عامل واحد لازم أثبت بقية العوامل إذن لماذا حدث الطالب خلال التجربة على وضع الأوعية في نفس المكان حتى لا يؤثر عامل آخر على نتيجة التجربة لازم تكون التجربة نتائجها واضحة بتغير عامل واحد فقط بسع إلا ما النتيجة اللي تتوصل إليها الطالب؟ شو برأيك الطالب ممكن يكونوا توصل من خلال هاي التجربة؟ أنا لو ما كانك رح أقول توصل إنه الوعاء جيم هو أكتر وعاء عندي فقد ما اتبخر شو السبب؟ السبب إنه شكل الوعاء اللي هو فيه لعب دور طبعا مش شكل الوعاء اللي تغير اللي غير ليه اللي هو سطح السائل المعرض للتبخر طفعنا كل ما كانت مساحة السطح أكبر كل ما كان عندي عملية التبخر أعلى كل ما كانت عندي عملية التبخر أعلى وأسرع الوعاء بألف زي ما أنتوا شايفين مش مساحة كتير كبيرة ولا با كتير كبيرة ولا دال يعني انا اذا بدي اجي ارتبهم حسب اللي هو مين فقد اكتر فبداية عندي فقد جيم اكتر مساحة سطحه اكبر بعدين بيجي عندي با فقد اكتر ثم بعد ذلك اللي هو دال الف يفترض انه الف عندي يفترض انه فقد اكتر لانه مساحة سطح اكبر بس اذا بنا نطلع هو مسكر الانينة عشان هيك رح نخد دال كمساحة سطح معرضة هون صح المساحة اكبر من دال لكنها مغلقة فاذا الترتيب جيم با دال فقد ثلاثة مل ألف فقد واحد مل فقط لانه اللي هي زجاجة مغلقة فاذا انا شو بستنتج النتيجة توصلت لها انه كلما زادت مساحة السطح المعرض للتبخر زادت عندي كمية ومقدار التبخر هيك يا شباب احنا منكون شرحنا درس اللي هو التبخر والتكاثف ان شاء الله بيضل عندي نحكي عن اثر الحرارة على العملية الرابعة في الدرس القادم اللي هي بيضل عندي موضوع الغلايان يا رب تكونوا استفدتوا ويا رب انه كل اشي انكتب على الوراء زي ما انتو شايفين من نوتات انه تنقلوهم على دفاتركم طبعا بالفيديو واضحين جدا تنقلو لياهم ومنحفظهم متل ما احنا متعودين اول باول عشان ما نراكم على حالنا واي معلومة اضافية هي موجودة في الكتاب وشكرا لكم